لا يزال تاريخ الـ 31 من كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لانسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية من العراق نحو 40 يوماً تفصل بغداد عن إنهاء وجود أمريكا القتالي منذ عام 2003 بعد حسم ملف الانسحاب في الاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الأمريكي جو بايدن التحالف الدولي أكد أن دوره في العراق لن يتغير مع انسحاب قوات أمريكا فعملية محاربة خلايا تنظيم داعش النائمة مستمرة في الأجواء وعلى ما يجري من عمليات تدريجية لانسحاب القوات القتالية الأمريكية حديث متداول بين أروقة الصحف العربية والعالمية عن تحذيرات بتفاقم أزمة سياسية قد تنتج عنها عملية عبث أو تخريب تحركه أيدي خارجية وهو ما يراه بعض السياسيين عاملاً مهماً لبقاء جزء من القوات الأمريكية لمواجهة أي اعتداءات خارجية لكن هذا الحديث مرفوض جملة وتفصيلة عند أحزاب سياسية وطيف شعبي إذ يرون أن بقاء أمريكا سيكون ذريعة لدى المخربين أو الخارجين على القانون وهنا يطفو التساؤل الأكثر إثارة للفضول بإجابة عملية تنهي حالة الإرباك بعد إجراء الانتخابات والسؤال هو من يسبق من؟ الانسحاب أم تشكيل الحكومة؟ تلك التي تنبثق عن إعلان نتائج الانتخابات وإقرارها قانونياً بالمجمل يريد العراق السياسي والشعبي الوصول إلى حالة استقرار وإنهاء للتدخل الخارجي والتوافقي على إنتاج حكومة جديدة تحل معضلات جساماً في حياة العراقيين ترجمة نانسي قنقر